السلام عليكم اخواتتي شكرا لتعليقات الحلوة اللي قدخلوها لي دايمان هنا درت الزيت اللي مزيانة للبيتزا درت زيت زيتون ومن بعد خاصنا نحتاجه حتى القليطة اللي كاسميوها القليطة يعني فلفل الحار ولكن يابس من بعد تصبي هذيك هي الزيت غادي نقول لكم طريق المقادير كلها بعض الفاصل هنا تقدروا تشاركو في القناة ديالي مرحبا بكم وحتى سعاد 8866 بالانستغرام إلا بغيتوا تشوفوا الصور مهم اللي نحتاجو لهذا القليطة بغينا اللي بغي نعود اه الاجحل ما بغينا صغير واحد الكيمية صغيرة وصفي هنا يحتى هذا الكسميتو هذيك الليجون القفازات وزيت زيتون نحتاجوها واحد المقاس ايضا غادي نقطعتها قطعتها وحنا دايرا القفازات ايضا فقطعتها عود حتى نقرزها شوية باش نقطعها شوية مزيين باش تطلق ديك الحار في ديك الزيت ايضا من بعد صفي غادي نديروها بواحد للمحقين او لواحد وراق بحال هذك بحال كي ما يقولوا على شكل جاي بالحلوة يلا بغينا ندخله في هذك في الكل ومن بعد صفي إلا بغينا احتى بيدنا ما كان مشكل ومن بعد نخلطوها نخلطوها صفي كتكون لدينا واجدة هذي هي اللي كيديروها على البيتزا كيديروها على البيتزا إلا بغينا واحد المدق يكون شوية حار شكرا للمشاهدة